اشتركوا في القناة لا رفعة ولا يزيدون ديناو إلا انتشارا وحتى الناس عندهم تتساءل تتساءل الناس عندهم تتساءل من هو من هو هذا الذي قامت الدنيا لما شتمناه من هو ولازم ردت فعلنا لازم إن كفيناك المستهزئين إلا تنصروا فقد نصره الله ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازئون قصده من الاستهزاء التنقيص يعني قصدهم أن يخفضوا شأنه لكن لا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضيره على الدين كله ولو كره المشركون إذا كان الله قال في الحديث الكدسي من عاد لي وليا فقد ألنته بالحرب كيف سيد الأولياء وسيد الأواء وإمام الأنبياء كيف ولذلك نحن يا إخواني وأخواتي لازم نتعلم من هذه المحنة وننتهز الفرصة في إعادة النظر في حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا ماذا قمنا منه